أبو فضل حدثنا عن علاقتك مع الحاج باسم نعم رب علي الله يحفو الله أنا طبعا هذا الإنسان إيش ما أسولف إيش ما أحكي مقصر بحقا أنا أحب هذا الرجل التقيت بي باسم التقيت بي أكثر من مرة يعني كان أكثر من مرة قعدت يوم ببيته يوم قعدنا بغير أماكن أبو علي إنسان محترم السبب نجاحة واضع سبب وصوله لهذه المرحلة اللي وصلها باسم الكربية سببها كل تواضع إنسان متواضع يتربع ويقعد بالقع من يطبل الضيف يوكله بيده قسما بالله ها شفتها يعني ياخد صورة هو يقول لك تعالى والبعض يقولون إنه الحاج شوية عندنا نوع من الغرور نعم عودين ومع الصورة ومع الصورة باسم هذا الكبير هذا خادم الحسين والله يتربع يقعد يتربع بالقع شنو نزلت له محمد شون يعني نزلت قصيدة للحاج أنت أه يعني قصيدة وقاريها نلا أنت قرأت له قصيدة لا ما قرأت له قصيدة ولكن يوم من اليوم كنا قاعدين في المكان سوالي ثيمة من الأحن ها أي خطيئة قرأتها بالمجلس استشهاد الزهراء شون فسجلتها ستودي سجلتي ثيمة يعني كتبت إلحان باسم الكرب ها ها هنا أي شي راكي اي أنا طلبتها من يما من بوقتها استحيت أحتي شوية بس كان الله يحفظه سيد عبدالخالق لمحنم فاحت شوية ألا افتح يا السيد فسوالي ثيمة ببوقتها شون تانا مطلع المستهل سوالي ثيمة ما للنص يا الله إن شاء الله أنه نشوف تعامل ونشوف قربك من الاذعاج ويا رب إن شاء الله تكون باسم الثاني إن شاء الله أسأل الله أنه يبقى باسم أكيد يبقى هو باسم ولكن أيضا نطمح أنه تجدد عندنا الحمد لله الناس تحبنا بلوننا تحبنا بالأشياء اللي نقدمها اللي يعلقت حالنا ولكن باسم صعب انت حالك شبير محمد الحمد لله شكرا ترجمة نانسي قنقر